اهلا بكم في اولى حلقات برنامج دكتور اوميجا هنتكلم فيه عن كل ما يخص البشرة والشعر برنامجنا هيخاطب البنت والام والشباب برنامجنا هيكون مفيد جدا هنقدم لك حاجات كويسة قوي هتقدري تستفيدي بيها هنقدر نساعدك للوصول للي بتتمنيه في بشرتك وفي شعرك النهاردة اول حلقة هنتكلم عن مشاكل الشعر كل ما يخص الشعر اي مشكلة عندك بتواجهك في شعرك دي حلقتك دي حلقتك يعني ايه يعني انا بيجيلي دايما العميل دكتور شعري هايش شعري مقصف جدا ناشف فيه تشابك مش بعرف اسرحه فدي من اكتر المشاكل طبعا اللي بتواجه السيدات الصبح وهي بتسرح لاطفالها ان شعر البنات ما بيكونش بيتسلق كويس التشابك بتاعت الشعر بتكون صعبة جدا عندهم تساقط في الشعر اكتر مشكلة بتواجه البنات من فترات لفترات هي مشكلة تساقط الشعر هنتكلم عن تساقط الشعر باستفادة هنقولك على وصفات طبيعية تقدر تحل بيها مشكلة التساقط كمان هنساعدك في حل مشكلة التأصف والهاشا طيب هنحل ازاي او هنعمل ايه هنتكلم عن الشعر ايه هو الشعر وايه هي مكوناته ايه الحاجات اللي انا لو عملتها هخلي شعري صحي هخلي شعري فيه لماعان وكوة شعري ما بتتكسرش شعرية صحية اللي شوف يقول الله الشعر حلو ودايما بقول العميل عندي مش شرط يكون شعرك ناعم عشان تلاقي شعرك حلو ودايما فيه شعر مجعد فيه قسرات بس الشعرية قوية ما فيهاش تساقط ما فيهاش هيشان ما فيهاش تأصف شعرية صحية فهنتكلم النهاردة ايه هو الشعر الشعر يا بنات هو عبارة عن بروتين مع احماض امينية ده هو الشعر طيب امتى بيفقد البروتينات اللي موجودة فيه وامتى بيفقد احماض الامينية اللي موجودة فيه اللي هي بتساعده على الكوة واللمعان وتكون الشعراية قوية جدا وما بتتكسرش معايا لما بنعرض شعرنا لعوامل الجو او عوامل البيئة زي ايه زي الشمس زي الرطوبة زي الناس اللي بتستخدم كتير قوي استشوار وبيليس طول الوقت عايزة شعرها مفروض طول الوقت عايزة تعمل شعرها استشوار طول الوقت بتعمل شعرها ببيليس دايما التعرض الشديد للحرارة بيعرض للشعر ان هو يفقد حيويته بيفقد البروتينات والاحماض الامينية اللي موجودة فيه تاني حاجة الناس اللي بتقول انا عايزة افرد شعري طول الوقت عايزة تفرد حتى ما بتديش لشعرها فترة ان هو يعيد حيويته اللي هو زي يعيد حيويته لان احنا عندنا الشعر بيمر بمراحل كل مرحلة ليها مميزاتها اللي بتخلي الشعرية معايا قوية لاطول فترة ممكنة اللي بتساعدني على وقف تساقط الشعر طيب ايه اللي بيحصلي لما كل شوية بفرد شعري انا لو انا دلوقتي فردت شعري ساي النهاردة يعني فرد شعري في اول شهر بدأ الشعر يطلع معايا جدور الشعرية بدأ التقصف معايا من قدام بدأ الشعرية تتساقط فانتي مش مستحملة تعودتي على طول الوقت شعري ناعم فعايزة تروحي تاني تعملي طب انتي بتعملي كده ايه كده انتي بتوقفي نمو الشعر عندنا نمو الشعر عند انتي بتوقفي ما بتديش الفرصة للشعرية ان هي تكون قوية معايا بتفقد بروتيناتها واحمدها الامنية ليه بنفقد البروتين والاحمد الامنية لان احنا بنفرد بموايات كيميائية كل انواع الفرد فيها نسبة موايات كيميائية باختلاف النسب تمام كل انواع الفرد بتحتوي على موايات كيميائية باختلاف النسب فأنا دلوقتي بحط مادة كيميائية اللي هي بتكون ايه سي باختلاف المسميات بروتين كرياتين كريمات الفرد بتاعت الشعر كل حاجات دي كلها فيها مواد كيميائية بتحتوى على الأحماض أمينية بتكون نسبتها عالية نسبتها متوسطة نسبتها أقل على حسب نوعية الشعر فإنتي بتيجي بتعملي بتحطي المفروض إن البروتين ده إحنا بنعمله عشان نخلي الشعر يصحية طب إنتي بتعملي إيه؟ إنتي دلوقتي فردتي أول الشهر فجيتش بعد شهر شهر ونص عايزي فريدي تاني فبتيجي بتزودي تاني حمل على الشعرية الشعرية دايما يعني أقل ما يكون إن هي ما بتستحملش حمل يعني المواد اللي إنتي بتحطيها بتدي تقلع على الشعرية الشعرية ممكن تتقسر معايا ما تستحملش الحرارة الشديدة اللي إنتي هتستخدمي تاني فيها ببيليس مع الفرد فبالإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن شعرية عندي بتتقطن جات لي مشاكل كتير جدا على فرد الشعر على أنا استعملت بروتين يا دكتور والبروتين سبب لي تساقط شعر لأ البروتين مش هو سبب التساقط العادات الغلط اللي إنتي بتعمليها هي اللي بتسبب لك التساقط الأمهات اللي بتودي أطفالهم من سن 6 سنين أو من سن 5 سنين روحي فريدي شعرك كريم فرد روحي فريدي شعرك بروتين وطول الوقت لا هو ما ينفعش كده لازم نقدي للشعرية فترة عشان تكون الشعرية معايا صحية تمام؟ عملت بروتين أسأل أنا إيه المفروض أعمله عشان أحافظ على شعر بنتي عشان أحافظ على شعري طول الوقت يكون ناعم في لمعة في قوة هتلاقي الدنيا حلوة جدا معايا طيب إيه تاني؟ طيب أنا يا دكتور عملت بروتين وشعري بيقع أنا عايزة أطمنك من النقطة دي فيه ناس بتفرض شعرها تمام الطبيعي؟ الطبيعي إننا إحنا عندنا شعر بينزل الشعر اللي هو بينزل اللي بيكون الشعر التالف دلوقتي أنا عندي فيه معدل تساقط الشعر معدل تساقط الشعر يوميا من 50 لـ 100 شعره ده بيكون اسمه شعر تالف اللي هو بيكون إيه بقى؟ اللي بيكون نازل معايا وأنا بعمل تسريح بالمشت بيكون نازل معايا على السراميك والبالاتو في الحمام وأنا بغسل شعري ده اسمه الشعر اللي بينزل مع التوكا بينزل يعني ما تجيش تشديلي شعرك وتقوليلي أنا شعري بيقع لا الشعري دايما كتر إن انت المفروض تسرحي مرة صبح ومرة بالليل ده بيساعدك إنك انت بتنشطي الشعرية معايا طيب إيه تاني؟ يعني أنا دلوقتي لو شعري لو أنا عندي معدل تساقط من خمسين لمية على فترات التسريح اللي أنا بسرحها طول اليوم لا ده معدل طبيعي ما لقش منه نهائي نهائي طيب إيه تاني؟ إيه تاني؟ أنا دلوقتي آه تمام تمام معنا اتصال آه هناخد أول اتصال معنا طيب أوكي تمام سور تمام دلوقتي أنا دي حالة شعر مجعد في تقصف جامد جدا هيشان طبعا كل الصور دي خاصة بمركز جلو بيوتي دكتورة مروة خاصة بالمركز عندي دي صورة شعر متقصف تمام؟ شايفين شكل الشعراية؟ دي طبعا اتعدد بمعالجات ده اللي احنا بتكلم فيه الشعر لازم يكون لي اهتمام اهتمام وطرق مختلفة إن أنا أوصل لشعراية صحية فيها لامعة كده زي ما انتوا شايفانا؟ تمام تفضل معنا اتصال دلوقتي هناخد أول اتصال معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بك يا ده الحمد لله تمام مين معي؟ معكي شايماء من البهارة اهلا بيك يا حبيبتي نورتينا ازي حضرتك؟ بخير يا حبيبتي تمام انا عملت بروتين والبروتين وقع لي شهر الثان عملا بقالك قد ايه يا شايماء؟ عملا من شهر ستة تقريبا او سبعة تمام من شهر ستة او سبعة يعني بقالوا معنا خمس شهور كده صح؟ اه تقريبا طيب بتستخدمي له مجموعة كويسة للشعر بتستخدمي له ايه حمام كريم؟ ايه نظامك معاين؟ لا اقلت يعني استخدمتها وكانت سبعة شهر تمام وبعد كده لما خلصتها تستخدمت ذات تاين طيب جبتي مجموعة تانية ولا مفيش؟ لا لان تقريبا ان تكتب بروتيني بتاعته التروح جمعا تمام اوكي بصي هقولك على طريقة حلوة جدا استني معاين هنزل وصفة طبيعية هتساعدك على ترميم الشعر بعد البروتين هتخلي الشعرية معايا قوية وفيها لماعين انتظري وهقولك على روتين حلو جدا صحي للشعر شكرا يا شايماء على اتصالك ان شاء الله نقدر نساعدك ونقدملك معلومات مفيدة طيب اوكي دلوقتي عايزين نكمل شايفين شعر الشعر شكل الشعرية الشعرية كانت مقصفة فيها تجعية تكسراتها ديقة جدا هل انا عشان الحل ان هو طبعا اي حد ممكن يفرد شعره اي حد ممكن عميلة تروح له يقوله انت حلك فرد شعر هنفرد لك شعرك شبه مشكلة شايماء دلوقتي وفردت لها شعرها وخلاص انا مليش دعوة شعرك التساقط شعرك ناشف شعرك مقصف انا مليش دعوة انما ده لأ انا ما بعملش كده احنا بنعمل ايه او الصح ايه واللي انت المفروض تروح تسألي عليه في اي مكان انت هتعملي ايه لشعري انا شعري محتاج ايه اعرفي المادة اللي انت هتستخدميها شو في تجارب قدام عينيكي هل انا هل يعقل ان انا اوقف لك تساقط من اول مرة يعني اجيلي عميلة عندها تساقط في الشعر جامد جدا واقول لها احنا هنفرد شعرك وشعرك هيوقف تساقط من اول مرة لا يعقل لا يعقل نهائي ان انا اقول لها كده وهي تصدق ما ينفعش ولازم ان يكون عندي الثقة في المكان اللي انا هروح افرد فيه فتعيفين دلوقتي دي معالجات فم شاء الله شكل الشعرية فيها لمعة وكوة ما فياش تساقط ده اسمه معالجات للشعر ده الطرق من طرق المعالجات فرد طبيعي جدا بتحسي ان الشعرية انسيابية بنزود نسبة البروتين وبنخلي الشعرية فيها العناصر المحتاجات تمام معانا اتصال تاني معانا اتصال تاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضالي رسمتك دكتور عايز تسأل على انا كنت اعمل فرد البنت تمام رس فرد عادي تمام بعدها من حوالي سنة بعدها عندها كم سنة بنتك يعني مش كتير يعني وقت باشي طب شهر كده رقيته بسقط والفرد الفرد يعني كان راح بس ما كانش قوي يعني بس بسقط تمام وبقى عامل زي الشهر كده عامل زي المسك في بعض دي كده مهما يتصلح مقصف وهيش من قدام صح? نعم مقصف وهيش من قدام اه مقصف وهيش ومسك في بعض قوي كده باتصلحش خالط طب بنوتك عندها كم سنة? عندها ذا 18 طيب تمام يعني بصي انا النهاردة هنتكلم على طرق للوصول لشعر صحي بعد جلسات فرد البروتين هنتكلم على وصفات وهنتكلم على منتجات هتقدر تساعدك تخلي الشعرية صحية وفيها قوة حلوة جدا يعني ياريت تابعي هتاخذي الوصفة كويس قوي فحضروا بقى يعني وراء وقلم وكتبوا الوصفة وعملوها بجد هتفيدكم جدا نورتينا يا رشا عندك اي مشكلة تانية? طيب اوكي دلوقتي احنا تكلمنا على الشعر والمفروض يكون فيه معالجات طيب ايه الشعر لو انا ايه الطرق اللي انا لو عملتها هوصل لشعر معايا صحي ايه الطرق اللي انا لو عملتها هوصل لشعر صحي وشعر لامع بعد جلسات فرد البروتين او اي فرد احنا عملناه تمام معنا اتصال الو الو ايوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي ازاي حضرتك يا حيوبتي نورتينا اهلا بيكي دبنورك يا دكتورة لو سمحتي انا عندي فألة الشعر اتفضلي على عمومة تبنور الشاشة يا دكتورة نورك نورك يا حبيبتي تسلام يا رب تسلام يا رب نقدم لكم حاجات مفيدة وتنكونوا مبسوطين بوجودنا اللي بارك لك اللي خليت يا حبيبتي تبنور الشاشة وانا عايزة تبنور على الشعر اه لو سمحتي انا شعر عندها كم سنة اربع عصار تمام شعر خفيف خارج شعر خفيف الصراحة جابي محبوش ومش قادرة اجيب اي نوع اه يعني منبرع عايزة تبنية على وصفة من عند العبار السم مضمونة تمام حديث اشعر خفيف خالص وفيه خرقات كثيرة ومش بيانهم عندها كم سنة انا عندي اثنان وثلاثين سنة عناية عناية ربنا يخليك يا حبيبتي هقولك على وصفة كويسة جدا تقدري ان هي تساعدك في ترميم شعرك والانباقت هنقول وصفات انباقت للشعر يا جماعة دلوقتي ان شاء الله تسلامي يا حبيبتي يا رب سلام مع السلام هنقول طيب اوكي يلا بقى هنكمل ايه هي الطرق ان انا لو عملت شعري دي تاني جلسة دي تقصف شعر هيشان شايفين شكل الشعرية من تحت مفتوحة ازاي الشعر المفتوح ده كله من تحت ده اسمه تقصف تمام هتشوفوا دلوقتي شكل الشعرية لما تعملها معالجة بقى شكلها ايه الله على الكوة يعني شوفوا تاني دي صورة كمان كوة لمعان الشعرية جمدة يعني زي ما بقولوا الشعرية ما بتتقطمش معايا الشعرية فيه بنات تيجي تمسك شعرها ده الحقيق يا دكتورة ده بيتقطم مني ده بيقع مني شوفوا شكل الشعر ازاي تقوية وازاي فيها لمعة ده اسمه جلسات ترتيب وتغذية للشعر للشعرية المقصفة والهيش خلاص طيب ايه بقى الحاجات اللي انا لو عملتها بعد ما عملت فرد بروتين او اي فرد الشعري اي مشكلة اول حاجة انا دلوقتي عملت شعري فالمفروض اعرف انا هاخسل شعري بايه ايه الحاجة اللي هتساعدني في ترميمه ايه الحاجة اللي انا هدلج بها شعري عشان بتكون الشعر في اضعف حالاته لان انت لسه معرضها الحرارة ولسه معرضها المواد كيميائية اللي ايه الفرد فانا المفروض اعمل ايه عشان ان انا الاقي الشعري بتحت كوية وفروت شعري بقيت صحية لان فيه ناس بتاعني اصلا بعد الفرد من القشرة تمام طيب انا اعمل ايه اول حاجة اول حاجة بقى اكون انا عاملة وصفة طبيعية ليا كل اسبوع مرة تمام مش اعمل على بطال وصفتك مش وصفة صحبتك يعني انت دلوقتي هتعملي حاجة مناسبة ليكي ما تجيش تقوليها بقت جميلة معايا تقولي لصحبتك انا هقولك على حتة وصفة هتجيب معاكي من الاخر لا يا حبيبتي انت لك وصفة وصحبتك لها حاجة ليه لان مشكلتك مش مشكلتها تمام فانا دلوقتي هعمل وصفة طبيعية انا محتاج شعري ايه انا محتاج شعري في اول جلساتي في اول فترة بعد الفرد ان انا اعمل ترتيب كويس قوي حشان اخفى الحرارة اللي انا عرضتها لشعري خلاص فمعايا اول وصفة اول وصفة لترتيب الشعر ايه هي اول وصفة لترتيب الشعر معايا اربع معالق زد جوس هند يعني انا دلوقتي اجيب زد جوس هند طبيعي وهيخد منه اربع معالق على حسب طول شعرك شوف ان شعرك طويل قد ايه هتجيبلي اربع معالق زيت جوز هند طبيعي وهتجيبي معاه معلقة لمعلقتين عسل نحل طب ده هيعمللي ايه ده هيقوي للشعراية ده هيخلي الشعراية بتاعتي فيها لمعة حلوة قوي هيعليجلي تأصف هيعليجلي هيشان هيعليجلي الحرارة اللي انت عرضتها لشعرك فدي اول وصفة معايا ايه اول وصفة اربع معالق زيت جوز هند مع معلقتين عسل نحل بس ما فيش اكتر من كده هقلبهم كويس قوي من غير حرارة ما ينفعش ان انا احط الزيت بتاعي على حرارة خلاص هقلبهم كويس قوي مع بعض وهبدأ ان انا قسم شعري وابدأ ان انا اوزحهم حلو قوي تمام الوصفة معانا على الهواء هي اربع معالق زيت جوز هند طبيعي مع معلقة عسل نحل كبيرة معلقة عسل نحل كبيرة هقلبهم كويس قوي مع بعض بعد كده هبدأ ان انا اعمل ايه هوزحهم على شعري وبعد كده هستنى نص ساعة بعد النص ساعة دي اللي مش عايزة حرارة مش عايزة بروكات في الوصفة دي الوصفة دي بتحطيه على شعرك وتستني نص ساعة وتخسيلي شعري كويس قوي هقسل شعري كويس قوي بايه هقسل شعري بشامبو يكون خالي من الاملاح والسوديوم والبرابان والسالفيت شامبو يكون ارجانيك حاجات يكون شامبوهات او مستحضرات خالية من المواد الكيميائية تمام فيه منتجات اسمها كوزموس يوتيكالز يعني انا بجيب العلاج مع التجميل ده اللي انا احتاجه بعد الفرد ده اللي احتاجه وانا عندي مشكلة خلاص فانا هجيب منتجات هجيب شامبو يكون خالي من المواد الكيميائية ما فيهوش املاح ما فيهوش طالفيت ما فيهوش بربان وهبدأ ان انا اخسل بيه شعري كويس قوي وهجيب حمام كريم او مصك ترتيب للشعر مع الشوار هقسل شعري بيه حط بقى يعني ادلك شعري كده تدليج بسيط قوي على الشعر واشطف شعري كويس اتشطف شعري كويس قوي تمام هطلع يعني انا عايز اوريكم برضو للعلم الشامبو يعني فيه شامبو اسمه بي بايوتين الشامبو ده من الشامبوهات اللي ممتازة ممتازة ليه اولا شامبو ما فيهوش اي مواد كيميائية خالي من السوديوم وخالي من الصلفيت وخالي من البرابان نتيجته معايا هتنظف لي الفروة اولا انا كل وظيفة الشامبو ان هو ينظف لي الشعراية انا هنظف فروة الشعر والشعر من ايه من الحاجات اللي انا حطتها انا لسه عاملة وصفة فطبيعي يكون فيه حاجات في شعري فانا عايزة حاجة تساعدني ان انا الشعر ينظف تمام فانا هستخدم الشامبو ده وبعد كده هبدأ ان انا استخدم حمام الكريم حمام الكريم لازم ان يكون فيه ترتيب كويس قوي تمام هناخد حمام الكريم هيساعدني ان انا اغازي شعري طبعا كريم حمام كريم بيبيوتين ده مصد ترتيب قوي جدا فيه فيه فيتامين اي وزيت ارجان وزيت لوز مع زيت ججوبة مش عايزة اقول لكم كمية الزيوت وكمية الترتيب اللي بتكون ليه للشعر رهيبة فهيفدني قوي هطلع من الشوار هسيب شعري عارفين كده منادي ابدأ ان انا اسرح فيه بقى حاجات فيه فوتا مايكروفايبر ان انا ابدأ ااخد المية الزيادة عشان دي بتساعد ان اتعليجلي هيشان وتقصته في الشعر فبتكون مفيدة جدا وممتازة ما قدرتيش هتجيبي اي حاجة قطنت نشفي بيها شعرك وتبطب مش انا مافضلش افرق في شعري لا اتبطب على شعري لغيت ماينشف وابدأ اسرح خلاص ده الطريقة الكويسة ان انا قدر اتامي بيها هعمل وصفة هاختل شعري مرة في الاسبوع بشامبو حمام كريم هعمل اسرح شعري وهو نشف مش وهو مبلول ممنوع تسريح الشعر وهو مبلول قطر جدا ومضر خلاص طيب ايه الحاجة التانية اللي انا ممكن اعملها انا دلوقتي عايزة ان انا اغزي فروة شعري فطبيعي اجيب سيرم امبات يساعدني على تنشيط مصيلات الشعر فهبدأ ان انا اعمل مساج كويس قوي لفروة شعري هجيب زيت امبات او سيرم امبات موجود عندنا حاجة اسمها ستيم سيلز طبعا ستيم سيلز ده هيكون لي حلقة كاملة نتكلم فيها ايه هي الخلايا الجزعية وايه مميزاتها وفويتها بالنسبة للشعر خلاص هبدأ اعمل لو انا ما عنديش كده هبدأ ان انا ادلك شعري هجيب سيرم تدليك لفروة الشعر هعمل مساج افضل طول ما انا قاعدة لمدة عشر دقايق ده بيساعدني على ايه ده بيساعدني على تنشيط فروة الشعر خلاص انا معايا وصفة تانية دي وصفة امبات عايزكم تكتبوها معايا دي هتقدروا تستفيدوا بيها حلو جدا وكمان هتخلي الشعرية قوية وهتنظف لي فروة الشعر الناس اللي بتعاني من القشرة بعد جلسات الفرد معايا اتنين سفار بيضة اتنين سفار بيضة يعني انا هجيب البيضة واكسرها واخد السفار بتاعها وبعد كده هاخد معايا معلقة عصير لمون تمامه اعمل لهم تقليب كويس قوي وابدأ بقى ان انا ادلك بيوم شعري الفروة انا عايز ادلك الفروة ليه عشان انضف بقى الفروة دي لما بيكون فيها قشرة دي بتسبب لي تساقط فانا دلوقتي مش عايزة تساقط الشعر فانا هابدأ اعمل كده عشان اوقف تساقط الشعر عشان اغذي بصيلات عشان اساعد على الزيوت الطبيعية اللي موجودة فروة الشعر انها تطلع فدي تاني وصفة معايا اتنين سفار بيضة لو سمحت بقى انكتب وصفة بس وصفة الامبات على الشاشة اتنين سفار بيضة معايا معلقة عصير لمون هتبدأ يزبط لك الدنيا حلو جدا وهتسيبها على شعرك لمدة نص ساعة وفي نفس الوقت تغسليها تمام طيب ما ينفعش اعمل الوصفتين في نفس الاسبوع وصفة كل اسبوع شعرك هيستفيد منها حلو جدا هيفيدك وهترتب لك شعرك حلو قوي ده المفروض اللي انا اعمله خلاص انا طبعا معانا اه تمام معانا اتصال الو الو ايوة تفضلي ازيكالكورة الحمدلله يا حبيبتي ممكن بس تعالي صوتك لو سمحت حاضر ماشي معي تمام اتفضلي لو سمحت انا كنت عايز اتسأل حضرتك شعري كله وقاية من جدوره ومش عارفة صار لها حاجة اللي يتمنى على تساقط الشعر ايه طبعا عملتي حاجة ولا ما عملتيش جربتي حاجات جربتي ايه طيب انا كثبت عندي دكتور كتير بس كثبت عندي دكتور كتير وبس ما فيك ميتيجة جاي عندي كم سنة يا نورة عندي 17 سنة طيب تمام استأذنك يا نورة تتواصلي مع فريق العمل في ارقامه وهكلمك وهوصل معك الحل تمام الارقام موجودة معنا على شاشة هتكلمينا على اي رقم منهم وان شاء الله يعني هقولك وصفة حلوة جدا وهساعدك بازن الله مشكلة يا جماعة الفراغات وتساقط الشعر دي حالات خاصة بنزبط لها روتينها بنعرف ايه الصحي لها لان كتر استخدام الزيوت وكتر استخدام الوصفات الطبيعية برضو مش حاجة صحية ولا حاجة كويسة ان احنا نعملها خلاص انا اعرف ان شاعري محتاج ايه واقدر ان انا اعمله هوصل لنتيجة كويسة هتقدر تكوني مبسوطة منها وده اللي انا هتكلم عنه في برنامجنا دكتور اوميجا اقدر ان انا اوصلك انك انت تاخدي الحاجة اللي انت عايزاها هتلاقي قدامك مية وصفة بس انا محتاجة وصفة معينة هي دي الوصفة اللي انت عايزاها تمام فمشكلتنا يعني احنا دلوقتي المفروض نتابع تقوليلي مشكلتك بالتفصيل كل واحدة ليها مشكلة كل واحدة هتنزل بطريقتها بوصفتها اللي هي عايزاها بكل حاجة ان انت تقدري تستفدي منها هنقدملك كل انت محتاجه فانا دلوقتي معانا هنقول طبعا بعد المشاكل اللي جاي على صفحة البرنامج اول حاجة معانا معانا حد بيقول انا شعري ضعيف جدا بسبب فرد البروتين بصي بسبب فرد البروتين انصحك انك انتي ما تفرديش شعرك قبل سنة ما تفرديش شعرك قبل سنة من فرد الاول مرة تاني حاجة ان انا ابدأ استخدم شامبو حمام كريم وسيرم انبات للشعر وسيرم انبات للشعر وكمان كريم اطالة هبدأ ان انا اساعد بيه ده شعري يكون كويس جدا انا كان نفسي اكمل معاكم اكتر من كده استنونا في حلقات تانية كتير هنساعدك توصلي بيها لوصفات وجمالك ان شاء الله هيكون مع برنامجنا ان تزورونا